اتعرضت لامسبات، اتعرضت لأهنات، اتعرضت لرفس، اتعرضت لضرب قعب البرودة على راسي اتعرضت للضرب هذا الكسري مخاري، هلأ مخاري مكسور بكرة بدي روح تابع الدكتور ألبولي الكنزة نفس الموقف اللي قلت اللاكيان اللي ما شفته غير بال2013 ألبولي الكنزة وبلش وضرب اشتغل لحوم بالفطائر، عم باخد اغراض من شارع السياسية لأهلي ففي سيارة طلعت بوشي، في سيارة طلعت بوشي أنا عم طلع على يسار السيارة، إذا فاض الطريق مشان أطلع ففي بك أبين من جماعة الحمزوت طايرين بشارع السياسية والشارع ديء كتير يعني يادوا بسيارة أو سيارتين يمروا فأنا تلبكت بدي أرجع ضب على اليمين، ما في عاد، ما ضل مسافة بيني وبين السيارة فوقت يقرب هو علي، يقرب ويدع سفرام، يقرب ويدع سفرام أنا دولاب الميتور الإدماني تقريبا صار تحت البيك أب عم أشر له هيك بإيدي طول بالك طول بالك يعني رح بس جلس وصفت على جناب ما لقيت غير اثنين نزلوا من السيارة، حملوني أنا والميتور حطوني على جناب طلعت هيك قلت طولوا بالك، طولوا بالك، والله يعني بس رح بعد، رح بعد أنا وعن باكل أثير ما يعني شو بدي أحكي طلعت هيك قلت لهم والله يعني الشبيحة مساوية عملتكن بعد ما ضربوني؟ بعد ما ضربوني قلت له الشبيحة مساوية عملتكن رحنا على الفرع وأخذوني على الفرع لحتى كمان بالفرع ما أصروا يعني بعدين لآخر شي حاولونا على فرع الشرطة العسكرية يعني لحتى بالفرع أكلتنا وراه والله ما يعني ما أنا هذا الموقف يعني أقصم بالله العظيم أقصم بالله العظيم أقصم بالله العظيم ما شفت غير بال2013 واليوم بال2023 لأن إحنا على أساس جايين على بنا أنه لا ننهون ولا ننضرب ولا ننزل ولا نتعزر هاد لون الشغلات كله نسوون هنه أول شي وقت نزلوا الشابين بعدوني تبعيد قام في واحد رفع البارودة بتضربني شلون كعب البارودة امكمشته ودفشته وقع على الأرض وقت وقع على الأرض قام فتحوا 8 بواب تبع البيك أباط مع الزلم اللي كانوا من وره ومن قدام مع قائد مجمعتهم اللي عم يحلف بالله اليوم بالفرع الشرطة العسكرية ما عليها اسمه أب مهند هو تابع للحمزات أخذوني على الفرع أنا وبالسيارة يضربوني أنا وبالسيارة عم بذكر الله عم قول حسبي الله ونعم الوكيل كمان داعشي يا عرصاه داعشي قلت له يا أخي مو داعشي عم قول حسبي الله ونعم الوكيل شو عم قول ويضربوني بقل بالسيارة بقل بالبيك أب واحد حط البرودة على بطة رجلي أمت رفست له ياها يعني كان قابل للقواس يعني فرع الشرطة العسكرية أخذوا أقوالي وأخذوا أقوالهم وحلفوا بالله أنهن هنه ما دخلون وفي مقاطع مصورة وفي مقاطع كل شي بتثبت أنه عليهم الحق مية بالمية حمد الله يعني أنا زلمي بيشتغل شغيل صاري خمسة سنين بالشمال السوري من بيتي لشغلي ومن شغلي لبيتي حتى بفرعوا أنهن الداياو قال ليش عم قولون على أنه فرع أخذيني كمان الداياو أنه بالفرع أنه قلت لهم فرع قال هذا مو فرع نظامي عرصاه هذا فرع مجاهدين ومدري شو هيك يعني من هذا الحكي أنه فاتوني من باب أنه ما يحطوا الحق عليهم أنا حابب أقول لجميع الفصائل اللي هون أنا زلمي برأبتي أهلي من هلأ لحتى الله ياخد أمانته إذا صار لي شي فهون رح يكونوا جمعتهم أو رح يبعتوا حدا يغتلونا غير هيك ما فيه أنا زلمي لا لمعادي حدا ولا لمقازي حدا والحمد الله صيتي سابق اسمي الحمد الله فضل من رب العالمين لا بقازي حدا ولا حدا بيأزيني من بيتي على شغلي ومن شغلي على بيتي مشان ما حدا يستبق الأمور أنه يقول عليه أعداء ولا شي الطالب أنه هذا الموقف لا ينعاد لا معي ولا مع غيري أنا زلمي مو بس أنه أنا كشخص فردي اليوم فيه عالم مدنية كثير كأمثالي طالعة تسترزق رب العالمين لا لا طالعة تدور على مشاكل ولا لا طالعة تقاتل حدا فطلبي لهلا أنا لا أخذت حق ولا أخذت باطل حلوها بالشرطة العسكرية حلوها بالشرطة العسكرية أنه خلاص صلح فأنا قلت لون أنا ما بصالحون يعني بس خلاص هون نحلت نحلت هون